رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى الثالثة بعد المئة لثورة العشرين المباركة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فتمر علينا اليوم ذكرى ثورة العشرين الثالثة بعد المئة ونحن ما زلنا نرزح تحت نير احتلال مركب يجمع بين البعدين الدولي والإقليم ويوفق بينهما لصالح استمرار الأوضاع في العراق على ما هي عليهم من غياب لمعالم الدولة وضياع لبوصلة الأهداف والمصالح وفقدان لعوامل الاعتماد على النفس وتسليم للمصائر والمقدرات بيد الطارئين والمنتفعين ولعل الأوضاع والظروف التي نعيشها على الرغم منا منذ عقدين من الزمن هي عين الأوضاع والظروف التي كانت طاغية قبل اندلاع ثورة العشرين واستدعت ظهور كوامن الغير والوطنية العراقية والانتفاضة بوجه المحتل البريطاني الذي سريعا ما تخلى عن وعوده المعسولة للعراقيين بعد سيطرته على البلاد وهيمنته عليها إن تجارب ثورة العشرين بمختلف مراحلها ومفاصلها التاريخية ما زالت قادرة على بعث الذاكرة الوطنية وشحذ همم العراقيين لإيجاد المخارج الحقيقية والجدية للخلاص من تسلط الاحتلالين في العراق والنأي به عن مشارعهم الخطيرة والمتواصلة التي لا تكاد تنتهي حتى تظهر لنا كل يوم في زي جديد ومظهر خادع لا يجن العراقيون من ورائه سوى الحصاد المر وكما رصدنا في رسائل مفتوحة سابقة خلال السنوات الماضية معاني ثورة العشرين وقيمها وتجاربها فإننا ما زلنا نكتشف في هذه الثورة المزيد من عوامل الشبه وحلقات التوافق بين سياقاتها التاريخية والوطنية والفكرية وبين السياقات التي يعانيها العراقيون في سعيهم الدائم للخروج بوطنهم من دوائر الاحتلال المغلقة التي لا تكاد تنفك حتى تتصل من جديد بفعل فاعل خارجي أو داخلي ومن عوامل الشبه المهمة بين سياقات الثورة العشرينية العام وسياقات الانتفاضات المتتابعة للعراقيين ضد الاحتلالين الأمريكي والإيراني عامل الأثر المهم للعلماء وطلبة العلم الشرعي في قدح روح المقاومة والحث على سلوك دروب المناهضة والمكافحة للمحتلين فعندما صدرت فتوى المفت العام للدولة العثمانية زمن السلطان محمد رشاد بالنفير العام والجهاد للتصدي لقوات الاحتلال البريطاني في العام 1914 تطوع كثير من العراقيين ولا سيما رجال القبائل والعشار في الشمال والوسط والجنوب للقتال ضد قوات الاحتلال نتيجة هذا الأثر حيث أفتى إمام الجامع الأعظم وخطيبه في بغداد الشيخ محمد سعيد النقشبندي بالجهاد وألف العلام أحمد فخر الفيدي رسالته إرشاد العبادي إلى الغزو والجهاد لبيان فضل الجهاد والحث عليه والالتزام بأحكام الشرفية وفتاوى العلماء ورافق العلام محمد حبيب العبيد إلى جبهة القتال في مضيق الدردنيل وسافر الشيخ محمود شكر الآلوسي والشيخ نعمان على الدين الآلوسي إلى نجد للتعريف بمجريات الأحداث والدعوة إلى الوحدة الإسلامية للتصدي للعدو الصائل على بلاد المسلمين وكذلك فعل في النجف المرجع السيد محمد سعيد الحبوبي الذي تطوع للقتال وحشد الناس لذلك وقادم مجاهدي الفرات الأوسط في معركة الشعيبة متصديا لقوات الاحتلال البريطاني وهو عين ما فعله الشيخ محمد أمين الشنقيطي علامة البصر والزبير الذي رافق مجاهدي عشائر المنتفك للمشاركة في هذه المعركة وشارك الشيخ نعمان الأعظم في معركة الكوت في العام الف وتسعمائة وخمسة عشر رفقة العشاء العربية والكردية التي تجحفلت مع القوات العثمانية وشاركتها شرفا نصري وقتها واعتقلته جراء ذلك القوات البريطانية بعد احتلالها لمدينة بغداد في العام الف وتسعمائة وسبعة عشر ونفته إلى الهند مع عدد من علماء بغداد ومنهم المفتي الشيخ عطل خطيب والشيخ محمد سعيد الراوي وأفتى بالجهاد أيضا الشيخ مهدي الخالصي والسيد مهدي الحيدري والشيخ الشريع الأصفهاني والسيد مصطفى الكاشاني وغيرهم وقد استمر الفعل الجهادي حاضرا عند علماء العراق بعد معارك التصدي للاحتلال في البصرة والكوت وبقي دعم العشائر على مدى سنوات أثناء معارك التصدي للاحتلال في سامراء والفلوجة والرمادي والموصن وتوالت الثورات العراقية المحلية وتزايدت وصولا إلى ثورة العشرين الكبرى التي شهدت أنماطا مختلفة من مواصلة هذا الفعل الذي كانت شواهده الاعتقالات وعمليات السجن والنفي لعدد من العلماء وشيوخ العشائر والنخب الوطني الذي كانت مواقفهم صريحة ومعلنة في التصدي للاحتلال وهكذا كانت مشاركة العلماء وطلبت العلم الشرعي الفاعل في الثورة مشاركة فاعلة قيادة وفعلة على الرغم من عدم نيل هذه المشاركة الاهتمام الكافي في غالب مناطق مشاركتها في الثورة مدنا وأريافا وبادية واقتصار المأثور الكتاب عن الثورة على أخبار مشاركتهم في بعض أجزائها فحسب إلا أن المصادر التاريخية لا تعدم أن تجد فيها ذكر هؤلاء وتصطير جهادهم وجهودهم ومنهم على سبيل المثال الشيخ العلامة عبدالوهاب النائم والشيخ يوسف السويدي والشيخ محمد الصدر والأستاذ عبدالهادي الأعظمي في بغداد والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ أمين علاء الدين النقشبندي والعلامة محمد جليزادة في كردستان والشيخ عبدالله النعمة في الموصل والشيخ علي العسى في البدري الذي استحب قرابة مئة مجاهد من أهالي سامراء لخوض معارك التصدي للبريطانيين في جنوب العراق وكذلك الشيخ محسن الفتيان في راوة والشيخ عبدالسلام الحافظ في الحلة والشيخ حسين نصر الله الغريري شهيد الثورة في بعقوبة والشيخ سليم العماري في العمارة وغيرهم من علماء العراق ودعاته ووعاضه ونحن إذ نستحضر هذا الإرث التاريخ الكبير لعلماء العراق في مقاومة الاحتلال ومقارعته في ثورة العشرين وما سبقها من إرهاصات وما تبعها من ارتدادات فإننا ندعو علماء الوقت وطلبت هذا الزمان إلى تذكر ما صنع أوائلهم من مآثر في ثورة العشرين وما قبلها وما بعدها والتأسي بما كانوا يفعلون في سبيل قضية الدين والوطن والعزم على البذر كما كانوا يبذلون من مساع حثيثة للدفاع عن قضية دينهم ومصير وطنهم وآمال شعبهم والبعد عن دعاة الفتن ووعاض السياسيين ممن يوافقون رغبات الحكام ويزينون باطلهم للشعب في كل محفل وأثناء كل موسم انتخابي حفظ الله العراق وشعبه وجمع كلمة المخلصين من أبنائه لبعث الأمل والتبشير بالتغيير والعمل على توحيد الصف والسعي لوضع لبنات مشروع الخلاص ورصف أحجار طريق التحرير وبناء الوطن الذي خربه أعداؤه وتركه أصدقائه لمصيره المؤلم ومستقبله المظلم الأمانة العامة في الثاني عشر من شهر ذي الحجة للعام الف واربعمائة واربعة واربعين هجرية الموافق الثلاثين من شهر حزيران للعام الفين وثلاثة وعشرين ميلادية